نجح فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي في فرض هيمنته على نتائج بطولة الجمهورية للشباب تحت عشرين سنة والتي أقيمت خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من أكتوبر الماضي على ملاعب المركز الأولمفي بالمعادي وحلق النسر الأهلوي على قمة الترتيب العام للمسابقة بعدما حصد الفريق أربع وأربعين ميدالية بواقع عشرين ميدالية ذهبية وثلاث عشرة ميدالية فضية وإحدى عشرة ميدالية برونزية وحصد شباب القلعة الحمراء منها خمسا وعشرين ميدالية بواقع إثنة عشرة ذهبية وست فضيات وسبع برونزيات فيما حقق فريق الآنسات تسع عشرة ميدالية بواقع ثماني ذهبيات وسبع فضيات وأربع برونزيات وتقلق من لاعبي المارد الأحمر نجم الحواجز 110 متر والصاعد بسرعة الصاروخ عمر خالد والذي حقق الميدالية الذهبية بعدما سجل رقما قدره 13 ثانية و85 جزءا من الثانية وهو رقم قياسي مصري جديد في هذه المرحلة العمرية كما أنه فاز بأريحية كبيرة على أقرب ملاحقيه يوسف بديوي لاعب نادي 6 أكتوبر والذي حل ثانيا بزمن قدره 14 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية فيما جاء لاعب الزمالك في المركز الثالث ويعلق مسؤول ألعاب القوى بالنادي الأهلي بقيادة ياسر داوود رئيس الجهاز آمالا عريضة على تطور مستوى اللاعب وحصوله على ميدالية في إحدى البطولات العالمية المقبلة